هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أكد السيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أن واجب العلماء هو بيان الأحكام الشرعية مع احترام اختيارات الآخرين المغايرين دون انتقاص من وطنيتهم أو إنسانيتهم على أساس معتقدهم أو اختياراتهم الدينية مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت وعدم النيل منها وفهم طبيعة المتغيرات التي تحتمل الرأي والرأي الآخر من غير تكفير ولا تفسيق أو ازدراء لأحد على اختياره على أن يحترم كل منا اختيار الآخر وسبيلنا هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة جاء ذلك أمس في الصالون الثقافي لمؤسسة الأهرام